نعم في البداية أتفق معك أن إيران وصلت على حد أن تصبح دولة نووية وحسب التقييم لديهم حجم اليورانيوم الكافي لبناء عدة قنابل نووية حسب علمي نحن لازلنا لا نعرف أين هم في مرحلة آلية تسليح خلق قنبلة نووية أو إذا ما كانوا فعليا قادرون على تطوير الأمور التعبوية لوضعها كرأس حربي على صاروخ يمكنه أن يدخل أو يعيد الدخول إلى المجال الجوي الأرضي دون أن يحترق ولكن نعم كلنا نعرف أنهم اقتربوا والإدارة الأمريكية الناجحة منذ أيام الرئيس كلينتون قالت بأن سياسة أمريكا لن تسمح لإيران أن تطور أو تحصل على سلاح نووي لذلك أعتقد أن مرحلة الدليل الآن والشاهد لإثباتنا لإثبات هذه الحقيقة أمم الجميع إذا ما كانت أمريكا سوف ترد أو لا لا أعرف إذا ما إدارة ترمب ستقوم بهذه الهجمة أو إدارة هارس سوف تقوم ولكنني أعرف بأن إدارة بايدن لن تقوم بهذه الأمور قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأمريكية ولنفس السبب تحاول الإدارة الأمريكية بأن تمنع إسرائيل عن الهجوم على إيران إذا سعودية ضربتها إيران أو الكويت أو الإمارات ضربتها إيران فسوف يكون هناك تخبط وارتفاع في أسعار النفط وقبل الانتخابات هذا لن يخدم الرئيس بايدن بالتأكيد هم لا يريدوا هذا الضرب على إيران لكي لا يؤثروا على الانتخابات الأمريكية وأنا متأكد أنه لا يريد هذا الرد أي أحد في العالم اشتركوا في القناة